بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم ابناء الطلاب طلاب جريت سيكس مع حصة جديدة من حصة مستر ساينز مع مستر الشريف الهواري كالعادة ما ننساش نعمل سبسكرايب للقناة آآ اللي انتم موجودين عليها دلوقتي بتشوفوا في منها الفيديو ده ممكن بتضغط على اللوجو بتاع القناة توصلك للقناة بتاعتنا على طول وتقدر تعمل سبسكرايب وتفعيل الجرس عشان اي فيديوهات تنزل تكون بتابعها آآ النهاردة ان شاء الله نتحدث عن يونت تو ليسل وان يونت تو ليسل وان اللي هو بيتكلم عن ده الالكتريك لامز اللي هو المصباح الكهرابي اولاد كلامنا في اللي سون ده عن الالكتريك لامز طيب الاول لازم نعرف ان الصن ده مين سورس اوف لايت او المصدر الرئيس لللايت يعني المصدر الرئيس اللي على على الارس بلانت على كوكب الارض بصفة عامة هي مين الصن عشان كده يسموها باسم ايه يعني مصدر طبيعي الشمس مصدر طبيعي لمين لللايت طب الارتيفشل سورس بقى بوضع حين ادامي مصدر في يعني في نيتشورال سورس في مصادر طبيعية اكيد في ارتيفشل سورس اللي هي مصادر صناعي في زمان طبعا في الماضي كان فيه الاول لام وفيه الكاندل يعني كان زمان بنستخدم اللي هي اللام باللمبة الجاز دي لو طبعا اكيد بابا وماما يعرفوها يعني قديمة شوية كانت لمبة كده تبع عبارة عن شريط كده تحط في جاز وايه ونولعها ياولاد ويبقى دي اسمها او الكاندل اللي هي الشمع طب ناوي ممكن نستخدم مصادر صناعية زي مثلا للتورشيز والكاندل اللي هي الكشاف او الكاندل الشمعة اللي هي طبعا هاف دي سابير دي برومت زا موست كانترز طبعا اللي هي اختفت من معظم ايه البلد تو بي ري بليز باي الكتريك لام اه اه ابتد بقى دلوقتي نستخدم الالكتريك مين لام طيب جيف ريزون سؤال من العسلة مهمة زا لايت بارب ار زا موست بوبولار سورس او ارتيفيشال لايت ليه اللايت بالب المسباح الكهربائي يعتبر مصدر شائع منتشر للارتيفيشال لايت اللي هو يعني لمصدر صنوعي لللايت يولا طبعا ليه السبب اول حاجة يعتبر مصدر سابت يعني لمبة الجهاز مع الجهاز كل شو هي يخلص او اللي هي الزيت دي يبطي يخلص لازم احط لها جهاز تاني واملاقيها الشمعة بتخلص مع الوقت لكن او الاضابة بتاعتنا تبا ضعيفة شوية او كوية شوية لكن بيكون مصدر سابت ايه كمان يعني بيكون نضيف ما بيلاوس البيئة مش بيطالع دخان او حاجة زي الشمعة يعني الشمعة مثلا لو نور قطع ولا على شمعة ولا حاجة هنتخنق من راحة الدخان بتاعة لكن بتكون يعني اضاقتها اقوى ومضيئة ايه كمان يعني خالية طبعا من الدخان صناحها هل هي زي المون زي زي الصن طبعا لا طيب اه اه ارتيفشل طول ويتش كونفيرت الالكتريك انرجي تولايت انرجي ده سؤال بيجي لك ساينتيفك تيرن يقولك ساينتيفك تيرن اداء بتحول لك الالكتريك انرجي للايت انرجي مين هي طبعا الالكتريك مين الالكتريك لا طيب امتا الكلام ده بيحصل بتتحول الالكتريك انرجي للايت امتا طبعاً لما يمر فيها الكهرب. طب يا مستر احنا كده عرفنا يعني الالكتريك لام. وعرفنا ان هي بتحول الالكتريك انرجي انتو طب ايه يا مستر انواع الالكتريك لام. احنا عندنا بنشوف انواع كتير قوي يا مستر. احنا هندرس انهار ده يا ولاد اللي هم اكتر نوعين. اللي هم الاكثر استخداماً والاكثر شيوعاً. اللي هو اللي هو اللي هو المصباح الكهربائي العادي خلص اللي هو اللي هو القديم ده همروركوا دولات الصورة بتاعته. والفلوريسنت اللي هي لمبة الفلوريسنت اللي هي لمبة البيضة الطويلة اللي تماماً موجودة عندنا في البيت. نبدأ بالحاجة باللايت بالب اللي هو المصباح العادي ده يا ولاد. اللي هنتكلم عن بتاعه. هنتكلم عن هاوئة يوز يستخدم. طبعاً مهم جداً 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 بيكتر في الامتحان. عامل زي اللي سون كده بتاع الترم الاول اللي هو بتاع الميديكال ثرموميتر والايه والسليزي الثرموميتر. طبعاً نخلي بالكم. فهنتكلم عن اللايت بالب. يتكون من ايه يا ولاد؟ الاول هنستخدمه في ايه يا من ستار؟ هنستخدمها في ايه؟ طبعاً مصابح بتاع السيارة. اللي احنا ننور بها المنازل. ويه كمان يا ولاد؟ طيب تعالوا نعرف بقى يا ولاد المصباح الكهربائي ده اللي هو السلك اللي هنا يا ولاد. طبعاً نساعد او بنشوف ده. ونبصي لايه فيه سلك ملفوف كتير حوالين نفسه هنا كده. طبعاً بزي السوستا كده. موجود طبعاً بيكون صغير كده وملفوف لفات ايه كتيرة جدا. ده بيسموه باسم الفيلمنت. ايه كمان؟ بيتكون الحاجة اسمها اللي هو الانتفاخ الزجاجي ده. الكورة الزجاجية دي يا ولاد. تمام؟ دي بيسموه باسم يبقى لو جتلينا طبعاً في الامتحان. لو شاور لي هنا كده. ما كانت ما بامشي بالماوس كده. ده اسمه من مادة اسمها اللي هي مصطوع من مادة التنجستين. اه هنعرف ليش معنى التنجستين كمان شوية. اللي هو الانتفاخ ده. ده بيسموه باسم طيب ايه كمان يا مستر؟ بيتكون من حاجة اسمها اللامب بيز. اللي هي القاعدة بتاعت اللامب اللي هي بتثبت فيها با يا ولاد في الدواية بتاعتها اللي احنا بنقوله ليه هنلف اللامبة في الدواية بتاعتها. اللي هي القاعدة اللي هي الالمونيوم اللي هي السلفر دي. دي بيسموه باسم بيزوف لام. طيب. كل جزء من دوله ليه بتاعتي. تعالوا نشوف كده. نبدأول حاجة اللي هي التنجستين فيلمنت. التنجستين فيلمنت اللي هو السلك اللي احنا قلنا عليه ده. ده عبارة عن ايه? تعالوا نوصفه كده. يعني سلك ملفوف ورفيع جدا يا ولاد. طيب من الاسئلة مهمة جدا. زا فيلمنت طبعا ميد اوف تنجستين. ليه مصنوع من التنجستين? آآ ليه معمولة من التنجستين? طب العربة تنجستين تنجستين بالانجلش. يبقى زا فيلمنت طبعا لاني يعني يا مستر. يعني السلك ده يا ولاد لما منولع اللامبة دي لو خدتوا بالكو. انتو حتى ما تدرواش تبصوا فيها. ليه? لان السلك ده طبعا بيسخن جميد جدا. وبيطلع اضاءة قوية. طيب لو كان هو من مادة تانية غير التنجستين يعني كمعمول مثلا من الكبر بين النحاس. كان مجرد ما تولع اللامبة السلك ده عبطول يحصل له ملت. ينصهر. لكن هم اختاروا التنجستين بالذات ليه? لانه لنقتي تنصهار عالية جدا يعني محتاج عالية جدا. تمام? عشان نصهر. فطبعا شغل اللامبة زيلا انت عايز بقى ما تقلعش لان التنجستين ده. ايه كمان? في ميزة كمان. يعني مشاع يعني يعني كلمة يعني بيكون شديد الاضاءة. عندي اللي هو بيشاع الضوء منه. عرفنا ليه اختارنا التنجستين? تمام. طب بوقت ايه فايتة دي اولانت? اللي احنا ليسا قلناها في السؤال بتاع جيب ريزون. طبعا يعني بتضيء وتشاعي الضوء لما الكهربا تمشي فيها. يعني مجرد ما الكهربا تمشي بص مع الموز كده يا اولاد. الكهربا تمشي في الواير ده كده. بعد كده تخش في التنجستين واير. تطلع من الطرف التاني. الشوية بقى اللي فيه من الكهربا تمشي كده في التنجستين واير تمام شايفين كده. بيكون اللامبة دي ايه? مضيئة جدا. هنشوف فيديو كمان شوية. طيب كده عارفنا اللي هي التنجستين فاليمنت. عارفنا بتاعها. ميدوف تنجستين واير. ليه? لانه هاي ميلتينج بوينت عند جلوز عند اميت لايت. آآ الفانكشن بتاعتها. قلنا اميت ايه? طيب تعالوا نشوف بقى حاجة كده كمان. يعني مش هنعتبرها من الاستراكشور الرئيسي. بس تعتبر هي جزء من الفاليمنت. او تعتبر هي اللي بتوصل الالكتريست المين يا ولاد للفاليمنت. بص كده على الماوز. انت بتحط اللامبة دي في الدواية بتاعتها بتوصلها بالكهربا يعني. تمشي الكهربا مكان الماوز كده ما هو ماشي. هيتعدي على الواير ده. شايفينه? وتخش في التنجستين واير الفاليمنت يعني. وبعد كده تطلع من الواير التاني دول. ده. انا دول يا يا ولاد. اللي هو ده. وده. دول بيسمون باسم كبر ان دليد وايرز. كبر ان دليد ايه؟ وايرز. يعني اسلاك مصنوعة من الكبر. تمام? واللد الروا الرصاص. النحاس والرصاص. طيب دول بيعملوا ايه؟ ما كي يجيلك في نتحاني يعتبر يا ولاد دول كأنهم الكبري اللي بين الشحنات الكهربائية من البيز تحت. ما ترح ما بتوصلها انت بالكهرباء. لحد ما يوصلوا دي اللي انت شايفين هاتفوق دي. يبقى دول يعتبروا ايه؟ يبقى بتسمح لطياري الكهربائي. يعني آآ بتنقل تنقل الكهرباء من البيز تحت للفيلمنت اللي هي بتنور فوق. طيب يا مصر احنا كده عرفنا بتاعت الكبر ان دليد وايرز. تعبعا نخش على اللي هو ايه؟ الجلاس بالب. الجلاس بالب الفنكشن بتاعته ايه؟ اللي هو طبعا يا ولاد الجلاس بالب اللي هو الانتفاخ الزجاجي ده. الانتفاخ الزجاجي ده. تمام كده؟ طيب ده وظيفته ايه؟ طبعا لما نيجي نتكلم على الجلاس بالب هقول كده اللي هو يعني بيمنع الهوى تمام؟ زي ايه؟ زي فيلمنت. يمنع الهوى ان هو يوصل الفيلمنت. ليه؟ لا ايه ما استطيع نقف عندي شوية. امال هو الجلاس بالب ده مليان ايه من جوة؟ الجلاس بالب ده مليان من جوة يا ولاد بيسموه باسم غاس خامل بيقول عليه كده ايه ايه ايه؟ جاس بيسموه باسم ارجون جاز. لأ تاني يا مستر كده. يعني يا ولاد ده اللي هو الانتفاخ الزوجاجي ده مليان حاجة اسمها ارجون جاز. اهو شايفينا في الصورة ارجون جاز. طيب اشمعنا الارجون يا مستر? ليه ما نمليهاش هوا عادي? لان لو تحطينا هوا يا ولاد لو المصباح ده بيتميلي هوا. الهوا في اكسجين. والاكسجين احنا عارفين ان هو من الترمي اللي فات. صحة كده بيساعد في الاشتعال. فلو الانت ده يتوصل لها اكسجين هيساعد على الاشتعال زيادة وممكن من المصباح ده يتحرق. وما ليش معنا اختاروا ارجون يا مستر? لان الارجون ده بيسموه باسم اينارت جاز. يعني اينارت جاز? يعني غاز خامل يا بلا. غاز من الغازات اللي متتفاعلش مع مواد. غازات خاملة كسلانة. تقولك انت خامل كده لين النهاردة? يعني كسلان كده لين النهاردة? يبقى الجاز ده بيعمل ايه الفنكشن بتاعته? بيمنع احتراق الفيلمنت. وبيزود طبعا فترة عمر الفيلمنت بتاعت المصباح. طبعا يا ولاد الفيلمنت بتاعت المصباح ده اهم حاجة لانها لو اتقطعت او اتحرقت اللم بتتحرقت خلاص مش تشتغل. عشان كده بيحطوا لها جاز اسمه ارجون جاز ده سؤال المهم جدا. جيف ريزون. جيف ريزون. زالايت بال. زالايت بال. تمام? فيلد ويز اينارت ارجون جاز. لي بيتميلي بالانرت ارجون جاز بالارجون جاز طبعا. عشان يمنع احتراق الفيلمنت. ويزا بودوا فترة العمر بتاعها وتقدر تشتغل معي فترة طويلة. طيب. تعالوا نشوف بعد كده. آخر جزء يا ولاد اللي هو اللامب بيز. اللامب بيز. ليه دي? الصورتين دول. دول بيسمون باسم اللامب بيز. ليه يا ولاد بيسمون من اللامب بيز? تعالوا نشوف. اول حاجة. الفنكشن بتاعته. هما اللي بيوصلوا اللامبة بالكهرابة. ايه كمان? يعني تخيل يا ولاد لو ما فيش اللامب بيز دي. اول حاجة كنا هنوصل اللامبة بالكهرابة ازاي? ده انت اهم حاجة تروح تتاقي باسم بابا يقولك راحات لمبة. آآ مصمار. حتى اللي بنو عليها كده بالعربي. مصمار. اللي هي فيها المصمارين من الجن بدون. او لمبة بنو عليها قلوز. عارفين الكلمة دي اللي هي فيها سبايرل اللي زي ما انتم شايفين كده. وبتتلفف الدواية تطربت بيها. من غير البيز دي. مش هنقدر نوصل اللامبة بالكهرباء. طيب. هي اللي بتخلينا نسبت اللامبة صح? بطريقة صحيحة. صح او لا? من غير البيز دي انا مش هعرف اسبت اللامب. يبقى لو قالك في الامتحان يبقى عرفنا الفنكشن بتاعتها. طيب تعالوا نشوف بقى انواعها. ايه انواع البيزيز بتاعت اللايد فالبي اولاد. عندنا نوعين. تمام? اللي يسموها باسم توسايد نيل بيز. توسايد نيل بيز اهم. يعني توسايد نيل بيز يعني القاعدة دي عبارة عمصمرين في الجنبين. طيب. وفي عندنا سبايرل بيز. يبقى انواع البيزيز اوف لايت بال. سبايرل بيز. اللي هي دي يا ولاد. سبايرل. تمام? وعندنا التو سايد نيل بيز. لما دول. طب ايه الفرق ما بينهم? ان السبايرل بيز هاز وان بيسوف ليد تو كونكت لامب وز الكتريك سيركت. تاني كده. لو انت قلبت اللامبة يا ولاد لو انت عندك لامبة في البيت دلوقتي وشفتها. هتلاقي هنا في قطعة كده لونها اصفر في المنطقة دي بالزبط. ليه بيسموها ابيسوف ليد? هي دي اللي بتلمس مع الدواية بتاعت الكهرباء عشان تتوصلها على الكهرباء. يبقى اللي سبايرل بيز عندها وان بيسوف ليد بس. وان بيس اوف ليد. اما للتو سايد نيل بيز. يعني بصوا بين هنا جدا. عندها ادي واحدة ودي التانية. يبقى لو قالك في الانتحان الفرق. هتقول له كده ان حتى من اسمها تو سايد نيل بيز. يبقى عندها تو بيسيز اوف ليد. فاهمنا كده? طيب ادي انواع طيب. من كده احنا خلصنا بارت نمبر وان ان شاء الله المرة الجاة هنتكلم عن ونكمل اللي سن بتاعنا اه طبعا نتكلم عن بعد كده. ما ننساش نعمل للقناة ونعمل لو عجبنا الفيديو. ولو في اي سؤال تبعتولي في الكومنتيات اللي انتم عايزينه. اه بالتوفيق ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة